السلام عليكم، إذا أطلَّ عليك الإعلام يوماً بخبرٍ عاجل، نسبة نجاح رئيس البلاد في دورته الرئاسية العشرين هي تسعة وتسعين بالمئة، وبالتالي فما في البلاد من خيرٍ وصلاح، وتفوقٍ ونجاح، وتقدمٍ وفلاح، في المساء والصباح، إنما هو بفضل سيادة الرئيس، فأظنَّك لن تأخذ وقتًا طويلاً لتدرك أن بروباغاندا الزعيم تكذب في النسبة، وتكذب في الاستنتاج كذلك، وهو تمامًا ما تفعله بروباغاندا الخرافة حين تدَّعي أن نسبة التشابه بين الإنسان والشمبانزي في المادَّة الوراثية هي تسعة وتسعين بالمئة، حيث بيَّنَّا في الحلقة الماضية كيف تمَّت صناعة هذه الكذبة في مطبخ الخرافة عبر عدَّة خطوات، والحلقة كانت صدمةً كبيرةً للكثيرين. صدمة اليوم أكبر، إخواني، وهي عندما نرى الاستنتاج الذي تريد بروباغاندا الخرافة أن تبنيه على هذه النسبة الكاذبة، فصلٌ مميَّز من فصول احتقار كهنة الخرافة لعقول الناس، نرى معه فصولًا من العظم والإبداع والقدرة الإلهية، فتابعوا معنا. لنفترض أنَّ نسبة التشابه تسعة وتسعين بالمئة بالفعل، ماذا تريدون من الناس أن يستنتجوا من هذا يا كهنة الخرافة؟ هل تريدونهم أن يستنتجوا أنَّ الإنسان هو شمبانزي أو قرد بنسبة تسعة وتسسين بالمئة، كما يوحي عنوان كتابكم الصادر من متحف التاريخ الطبيعي في لندن بالتعاون مع مطبعة جامعة شيكاغو في أمريكا؟ هل تريدون أن توهموا الناس بأنَّ المسألة سهلةٌ على طفراتكم العشوائيَّة وانتخابكم الأعمى، حيث ما كان عليهما إلا أن يُحدث فرق الواحد في المئة، فبقيت تشابه في المادَّة الوراثيَّة تسعة وتسعين بالمئة، ومن ثمَّ صارت باقي العمليات تلقائيَّا، أوتوماتيكيَّا كأحجار الدومينو، دون حاجةٍ إلى خالقٍ عليم؟ هل تشابهت البروتينات الناتجة عن المادَّة الوراثيَّة بنسبة تسعة وتسعين بالمئة أيضًا؟ وكذلك أجهزة الجسم بنسبة تسع وتسعين بالمئة، ومن ثمَّ تشابهت القدرات العقليَّة والمشاعر التي تعزونها لأسبابٍ مادِّيَّة بنسبة تسع وتسعين بالمئة بين الإنسان والشمبانزي؟ وعليه، وحسب مجلَّة نيتشر التطوُّريَّة المعروفة، عندما نرى أن تسع وتسعين بالمئة من جينات أحد أنواع الفئران لها شبيهاتٌ في الإنسان، فهل هذا يعني أنَّ البشر يا كهنة الخرافة فئران بنسبة تسع وتسعين بالمئة؟ وعندما تذكر المؤسسة القوميَّة الأمريكيَّة للصحَّة أنَّ ستين بالمئة من جيناتنا وجينات الذباب متشابهة، فهل يعني هذا أنَّ البشر ذبابٌ بنسبة ستين في المئة؟ وعندما نرى أنَّ كروموسوم X المميِّز للأنثى متشابهٌ بنسبة تسع وتستين بالمئة مع الشمبانزي، وكروموسوم Y المميِّز للذكر مشابهٌ بنسبة ثلاث وأربعين بالمئة، فهل يعني هذا أنَّ النِّساء أقرب للشمبانزي مرَّةً ونصف من الرِّجال؟ لو قارنَّ كتابين ووجدنا تشابهًا بنسبة تسع وتسعين بالمئة، مثلًا في كلمات الكتابين دون النَّظر إلى ترتيب الكلمات وتوظيفها في سياقها، فهل نستطيع أن نقول أنَّ الكتابين يصلان إلى نفس النَّتيجة بنسبة تسع وتسعين في المئة؟ هل لو قلت لك أكل الكلب لحم زيد، فإنَّها بنفس معنى أكل زيدٌ لحم الكلب؟ نسبة تطابق مئة في المئة في الكلمات، ومع ذلك فالمعنى مختلفٌ تمامًا، لو قلت لك آكل وأشرب وأقوم وأنام وأذهب وأعود ووالى آخره، ثمَّ وضعت قبلها لا النافية، بحيث أصبحت نسبة التشابه في كلمات الجملتين تسعين في المئة، فهل الجملتان متشابهتان في المعنى بنسبة تسعين بالمئة؟ هل هذا ما تعنونه يا كهنة الخرافة؟ وإلا فماذا تريدون من الناس أن يستنتجوا من نسبة التسع وتسعين بالمئة هذه؟ أو لعلكم تريدون أن تقولوا لا؟ ما قصدنا أنَّ الإنسان شمبانزي بنسبة تسع وتسعين بالمئة؟ إنَّما نقصد أنَّ فرق الواحد في المئة بين الإنسان والشمبانزي هو الذي سبب هذا الفرق الكبير جسميًا وفكريًا وحضاريًا بين الكائنين، وكذلك الاختلافات الكبيرة بين الكائنات هي نتيجة لهذه الاختلافات الطَّفيفة في المادة الوراثية. أها، طيب، فسؤالنا لكم حينئذًا، هل هذا يكون عمل العشوائيَّة والانتخاب الطَّبيعي الأعمى؟ لو أنَّك رأيت على جهاز كمبيوتر قصيدةً طويلة تصف الإنسان وصفًا كاملًا دقيقًا مفصلًا، تصف حياته، أجزاء جسمه، عواطفه، نوازعه، قصيدة موزونة جميلة لا خلل فيها، ورأيت على الجهاز نفسه أيضًا قصيدةً كاملة تصف الشمبانزي وصفًا كاملًا، قصيدة موزونة لكن بوزن وترتيب كلمات مختلف، ووجدت كذلك قصيدة تصف الفأر، وأخرى تصف الحصان، وأخرى تصف الحوت، وهكذا، ووجدت أنَّ هناك تشابهًا في عددٍ كبيرٍ من الكلمات بين هذه القصائد كلِّها، ومع ذلك فقد وظِّفت الكلمة الواحدة كلَّ مرَّة توظيفًا مختلفًا متناسبًا مع السياق، لينتج معنًا مختلفًا، ولم يكن على الجهاز أي كلامٍ عبثي ولا مختلط، فهل هذا دليل عشوائيَّةٍ عابثة؟ أخرجت القصائد بعضها من بعض؟ أم أنَّ التشابه في الكلمات مع الاختلاف الكبير في المعنى يكون دليل تفننٍ وقدرةٍ وإتقانٍ من المؤلف؟ فكيف إذا كتب ملايين القصائد الجميلة المتناسقة بكلماتٍ كثيرٌ منها مشترك؟ تعالوا نتنازل معكم لأبعد حدٍ يا كهنة الخرافة، لو افترضنا بالفعل أنَّ النسبة تسعة وتسعين بالمئة، وأنَّ الفرق الهائل بين الإنسان والشمبانزي هو نتيجة هذه الواحد في المئة فقط، وأنَّ العشوائيَّة والانتخاب الأعمى هما من صنع هذين الكائنين، وفرَّق خصائصهما من خلال هذه الواحد في المئة اختلاف. أجيبونا حينئذٍ، كيف تفسرون الفرق بين خلايا الجسم الواحد، وليس بينها أي اختلافٍ في المادة الوراثيَّة؟ لا واحد في المئة، ولا واحد في الألف. ألا يعلم طالب المرحلة الإعدادية أنَّ نسبة التشابه في المادة الوراثيَّة بين خلايا الإنسان الواحد هي مئة بالمئة بالضبط؟ ومع ذلك، فهل خلية العظم مثل الخلية العصبيَّة؟ وهل خلية الدماغ مثل خليةً في آخر الأمعاء؟ إن كان الجواب بـ لا، فماذا تريدون من الناس أن يستنتجوا من نسبة التسعة وتسعين بالمئة هذه؟ وكيف تبنون عليها صحَّة أنَّ العشوائيَّة والعماية هما سبب ما في الكون من دابة، كما استنتج إعلام الزَّعيم أنَّ كلَّ نجاح في بلاده هو بسببه؟ اطرح هذه التساؤلات على كهنة الخرافة، ثمَّ ذرهم في طغيانهم يعمهون، وتعالى معنا لنرى كيف أنَّ أحرف المادة الوراثيَّة ليست إلا بدايةً لقصَّة، بينما المزيد من تفاصيل الحكمة والقدرة والإعجاز تكمن في ترجمة هذه الحروف، كيف يتم التنوّع الكبير في خلايا الجسم الواحد مع تطابق المادة الوراثيَّة؟ وكيف يتم التنويع الكبير بين الكائنات مع التشابه في المادة الوراثيَّة؟ هذا موضوعٌ من أبدع وأجمل ما يكون، وفيه قصصٌ كثيرة من قصص أعظمة الخلق، سنتطلع معًا الآن على جزءٍ صغيرٍ منها. جسمك مؤلَّفٌ بشكلٍ رئيس من بروتينات، والتي تتجمَّع بأشكالٍ مختلفة لتشكِّل جسيماتٍ صغيرة، كلٌّ منها له وظيفته داخل الخلية، مجموعة الخلايا تعطي نسيجًا، مجموعة الأنسجة تعطي عضوًا، ومجموعة الأعضاء تعطي جهازًا كالجهاز الهضميِّ مثلًا، وهكذا تتشكَّل أجهزة الجسم المختلفة، ومن مجموعها يتألَّف جسم الإنسان. طيِّب، ما هو عدد البروتينات التي يمكن أن تتواجد في جسم الإنسان، بما في ذلك الأجسام المضادة ذات التنوع الهائل، والتي يُنتجها الجسم ضد الميكروبات الغازية. تجيبك هذه الورقة المنشورة عام 2018 في مجلَّةٍ من مجموعة نيتشر، بأنَّ العدد يصل إلى المليارات، المليارات، يعني آلاف الملايين من البروتينات المختلفة. هذه البروتينات تنتج من قراءة المادة الوراثيَّة التي يتكلم كهنة الخرافة عن نسبة تشابهها بين الكائنات. طيِّب، كم عدد الجينات التي تتم قراءتها لإنتاج هذه البروتينات؟ حوالي عشرين ألف جين فقط، حسب ورقة 2018 نفسها. وهذه بالمناسبة كانت صدمةً عند الانتهاء من مشروع الجينوم الإنساني، أنَّ عدد الجينات أقلُّ بكثير من المتوقَّع. كيف يمكن إنتاج مليارات البروتينات من عشرين ألف جين فقط؟ سأعطيكم بدايةً مثالًا توضيحيًّا، نربطه بعد ذلك بالإجابة عن هذا السؤال. دخلت على جهاز كومبيوتر، فرأيت فيه ثلاث ملفات، معنونة بـ قصة الإنسان، قصة الطيور، وقصة الأسماك. فتحت هذه الملفات، فرأيت في بداية كلٍ منها سطورًا من حروفٍ مقطعة، من بينها السطر التالي، نفس السطر تمامًا موجودٌ في هذه الملفات كلِّها. في ملف قصة الإنسان في الصفحة الأولى منه، رأيت النسخة التالية من هذا السطر، هذه النسخة هي نفس الأصلية لكن مع إزالة الفواصل أو الشرطات، داشز، وهذه النسخة هي نفس الأصلية لكن مع إزالة الفواصل بالإضافة لبعض الأحرف في الوسط. وهذه النسخة هي نفس الأصلية لكن مع إزالة الفواصل بالإضافة لبعض الأحرف المختلفة أيضًا. ثم وجدت تحت كل من هذه النسخ جملةً مفيدة، هذه الجملة هي عبارةٌ عن ضم الحروف المقطعة في النسخ لبعضها البعض، مع إضافة الحركات اللازمة. الجملة الأولى يأكل الإنسان الطيور والأسماك الكبيرة والصغيرة الثانية يأكل الإنسان الطيور الكبيرة والصغيرة الثالثة يأكل الإنسان الأسماك الصغيرة ثلاث جمل مفيدة صحيحة المعنى تناسب الإنسان وفي الصفحات التالية من ملف قصة الإنسان رأيت جملا مؤلفة من سطور أخرى ثم في الصفحة الأولى من ملف قصة الطيور رأيت النسخة التالية من السطر نفسه وتحتها الجملة التالية المؤلفة من ضم الأحرف لبعضها مع تعديل حرف الياء إلى تاء ووضع ضمة على الراء فنتجت الجملة التالية تأكل الطيور الأسماك الصغيرة جملة مفيدة بمعنى صحيح مناسب للطيور في الصفحة الأولى من ملف قصة الأسماك رأيت النسخة التالية من السطر وتحتها الجملة التالية تأكل الأسماك الكبيرة الصغيرة مع وضع ضمة على الكاف والتاء ليصبح المعنى صحيحا مناسبا للأسماك ولم تجد في الكمبيوتر أي جملة بلا معنى من نفس السطر مثلا لم تجد جملة كهذه بلا معنى تعالوا الآن نطبِّق هذا المثال على عالم الأحياء المادة الوراثية للكائنات الحية تحتوي على جينات هي عبارة عن سلسلة حروف مثل حروف السطر الذي تكلمنا عنه ما الذي يحدد أي الجينات تتم قراءته في خلية معينة من جسم الإنسان؟ الجواب هو حاجة هذه الخلية فخلية البنكرياس مثلا تقرأ الجينات الخاصة بهرمون الإنسولين وخلية الأمعاء تقرأ الجينات الخاصة بالإنزيمات الهاضمة وخلية الدماغ تقرأ جينات النواقل العصبية وهكذا مع أن هذه الخلايا كلها لديها نفس المادة الوراثية تماما مثل السطور المختلفة التي قرئت في صفحات ملف قصة الإنسان في مثالنا وهذا أول أسباب التنوع بين خلايا الجسم الواحد مع أنها متطابقة في مادتها الوراثية أيضا إذا جرحت مثلا فإن عشرات الجسيمات الصغيرة في خلايا جلدك تتجمع عند السطر الخاص بجين الكولاجين لتتم قراءته وينتج بروتين الكولاجين الذي يرتق الجرح هنا تأتي عجيبة أخرى أتذكرون أجزاء المادة الوراثية التي وصفوها من قبل بأنها خردة؟ من مهام هذه الأجزاء أن ترتبط بجسيمات صغيرة لتساعد على إنتاج الكولاجين بطريقة بديعة إذن فهذا سبب ثان لتنوع البروتينات تشكّل البروتين بحسب حاجتك في وقت معين بمقدار معين في خلايا معينة طيب في المحصلة تم نسخ جين ما في خلية ما هذه النسخة تسمى mRNA أو المرسال وهي تشبه النسخة من سطر الحروف في مثالنا هذه الحروف موزعة على المناطق المرقمة من واحد إلى ستة وبينها فواصل هنا يأتي السبب الثالث والبديع جدًا للتنوع بعض الخلايا تقوم بإزالة الفواصل وضم الحروف إلى بعضها فتتألَّف جملة مفيدة طويلة يأكل الإنسان الطيورة والأسماك الكبيرة والصغيرة هذه الجملة هي بروتين معين مناسب لخلية معينة في خلية أخرى تُحذف الفواصل ومعها بعض الأحرف والموجودة هنا في المنطقة فيتكون مرسال ثانٍ وتتم ترجمة هذا المرسال إلى بروتين يناسب هذه الخلية وليس الخلية الأولى هذا البروتين هو مثل جملة يأكل الإنسان الطيورة الكبيرة والصغيرة في خلية ثالثة تُحذف الفواصل ومعها الأحرف الموجودة في المنطقة خمسة فيتكون مرسال ثالث تتم ترجمته إلى بروتين يناسب هذه الخلية وليس الخليتين الأولين هذا البروتين هو مثل جملة يأكل الإنسان الأسماك الصغيرة هذه العملية تسمى في علم الأحياء بالوصل المتبادل alternative splicing ولدق أن نسميه الوصل المتنوع بمعنى أنه يحصل قطع وحذف في أماكن مختلفة من المرسال قد تقول طيب وما الذي يحدد أين يحدث هذا القطع هذه الفواصل وهي نسخ ما يعرف بالإنترونز والتي كان أتباع الخرافة يظنون أنها على الفاضي لها وظائف كثيرة جدًا كما أصبحت الأبحاث الحديثة تنشر منها تحديد أين يحصل الوصل تحديدًا يعني ليس في الخلية قصاصة تذهب هباءً أبداً إذن من خلال عملية الوصل المتنوع أصبح بإمكان جسم الإنسان أن ينتج بروتينات كثيرة من جين واحد كما أمكن إنتاج جمل كثيرة من نفس السطر ومن أبدع الأمثلة على ذلك بروتينات تعرف بالنيروكسينز هذه البروتينات موجودة في دماغ الإنسان لتساعد على بناء دماغ كفؤ لإنسان مكلف قادر على التفكير ما عدد هذه البروتينات يا ترى؟ آلاف طيب هذه الآلاف من الجمل تم قراءتها من كم جين يا ترى يعني كم سطر أحرف الإجابة الصادمة هي ثلاثة فقط آلاف البروتينات تم إنتاجها من ثلاثة جينات فقط يعني مثل أن تنتج آلاف الجمل الصحيحة من ثلاثة أسطر والفضل في ذلك يعود بشكل رئيس للوصل المتنوع البروتينات الناتجة من الوصل المتنوع تحتاج تعديلات تشبه تغيير بعض الحروف وتغيير حركات الكلمات في مثالنا التعديلات على البروتينات تسمى واختصارا يعني تعديلات ما بعد الترجمة ترجمة المرسالات إلى بروتينات هذه هي المحطة الرابعة للتنوع في البروتينات الناتجة عن المادة الوراثية نفس البروتين الخام يمكن أن توضى عليه حركات مختلفة فينتج منه جمل مختلفة بمعاني مختلفة لماذا وضعت هذه الحركة مثلا هنا وليس هنا مع أنه لدينا أمكنة كثيرة واحتماليات كثيرة بروتين مثل التيتين يتألف من أكثر من أربع ثلاثين ألف حامض أميني يعني مثل هذه الكريات اشمعنا وضعت فيه هذه الحركة مثلا هنا وليس في مكان آخر لدينا أربعة وثلاثون ألف حرف كل منها يمكن أن يشكل بعدد من الحركات لو تركت المسألة للصدفة والعشوائية فلن تكفي مساحة الكون المعروفة لإنتاج التيتين المطلوب تحديدا وبتكرار في كل خلية عضلية إذن فعملية الـ PTMs هذه تنتج لنا جملا مشكلة كل منها يناسب خلية معينة في كائن معين اختلاف الحركة قد يجعل هذا البروتين يناسب قصة كائن وليس قصة كائن آخر هذه الحركات في الأماكن المناسبة من البروتينات هي التي تؤدي إلى اتخاذها الأبعاد الثلاثية المحددة المناسبة تأتي هنا الخطوة الخامسة وهي تجميع هذه البروتينات بطرق مختلفة لتشكل بروتينات أكبر وأعقد وهذا التجمع يتخذ أشكالا كثيرة بحسب الخلية أو الكائن أو الظرف الذي يتعرض له هذا الكائن وهذا هو السبب الخامس للتنوع خمس عمليات شرحناها لكم إخواني نسخ جينات مختلفة لإنتاج البروتينات بحسب الخلية في الكائن الواحد نسخ جينات مختلفة في الوقت والكمية المناسبين بحسب الظروف التي يتعرض لها الكائن عملية الوصل المتنوع والتي تنتج جملا عديدة من نفس السطر عمليات الـ التي تضع الحركات المناسبة على كلمات الجملة وتجمع البروتينات بأشكال وتواليف مختلفة لإنتاج بروتينات أعقد بهذه العمليات وغيرها أصبح بالإمكان إنتاج مليارات البروتينات المختلفة من عشرين ألف جين فقط ولولاها لحتجنا إلى مليارات الجينات لإنتاج مليارات البروتينات بهذه العمليات تنوعت خلايا الإنسان إلى آلاف الأنواع مع أنها كلها لديها نفس المادة الوراثية بالضبط بنسبة التطابق 100% بهذه العمليات وغيرها يصبح الإنسان إنسانا والقرد قردا والشمبانزي شمبانزي والذباب ذبابا والفأر فأرا مهما تشابهت مادتهم الوراثية سبعين ثمانين تسعين أكثر أقل مش مهم بهذه العمليات تفهم أنه لماذا مهما كانت تشابه في المادة الوراثية للإنسان والشمبانزي فإن ثمانين بالمئة من بروتيناتهما مختلفة حسب هذا البحث يعني عشرين بالمئة فقط متشابهة يعني حتى لو افترضنا أن نسبة الاختلاف المادة الوراثية واحد بالمئة فكان ماذا؟ إن علمنا أن الاختلاف البروتين هو ثمانين بالمئة بهذه العمليات تصبح المادة الوراثية ومدى تشابهها بداية القصة فقط وتصبح القدرة على التنويع والتخليق والتفريق آية تخضع لها القلوب وتسبح لها الألسنة لقوم يعقلون ألا يعلم كبار الدكاترة والبروفيسورز من كهنة الخرافة هذا كله أنا عن نفسي علمت كثيرا منه من سنة أولى جامعة في مساق البيولوجي فهل لا يعلم كبار دكاترة الخرافة هذا كله حين يرددون رقم التسعة وتسعين بالمئة تشابه مع الشمبانزي إما أنهم كانوا يغشون في اختباراتهم الجامعية فأخذوا شهاداتهم زورا أو أنهم انشغلوا بالتبشير بالخرافة عن تحديث معلوماتهم منتهية الصلاحية من عشرات السنين أو أنهم يضحكون على الناس ويستخفون بعقولهم عمدا عندما نرى نسبة التشابه بين الكائنات على مستوى أحرف المادة الوراثية وكذلك على مستوى المرسال ليست سبعين ولا تسعين ولا تسع وتسعين بالمئة بل مئة بالمئة فكلها مؤلفة من أربع قواعد نيتروجينية يعني ما يشبه أربعة أحرف تتشكل منها كلمات تترجم لأكثر من عشرين حمضا أمينيا وهذه يتشكل منها مليارات لبروتينات وهذه يتشكل منها حسب ورقة حديثة صادمة مليارات يعني آلاف ملايين أنواع الكائنات الحية المتقنة المتكاملة مليارات إذا أخذنا البكتيريا وأنواعها في الاعتبار مليارات الكائنات التي بينها هرم غذائي وتوازن طبيعي ولا مكان بينها للخرابيش ولا للجمل عديمة المعنى ولا لمحاولات العشوائية الفاشلة بل كلها متقنة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هل هذا دليل عبثية ولا قصدية أم إتقان وإبداع يعقد اللسان قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد لاحظ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لقوم مين كمان مرة لقوم يعقلون رأينا في حلقة سابقة كيف أن نباتات تشتبه في الشكل وهي في حقيقتها مختلفة في مادتها الوراثية بشكل كبير الزيتون والرمان مثلا واليوم نرى العكس تطابق في أحرف المادة الوراثية وتنوع كبير في الشكل عظمة وإبداع لقوم يعقلون لو لم يكن هناك تشابه في المادة الوراثية بين الكائنات لقال أنصار الخرافة إن كان هناك خالق خلق هذه الكائنات عن إرادة فلماذا يجعل مادتها الوراثية مختلفة تماما مع أن بينها تشابها كبيرا في العمليات الأساسية على مستوى الخلايا فكل الخلايا كل الكائنات تحتاج خلاياها إلى تصنيع البروتينات وإلى الانقسام وإنتاج الطاقة وهكذا أليس لو كان لها خالق واحد لوحد بينها في هذه العناصر الأساسية المشتركة كما يوحد المصمم المكونات الأساسية لمجموعة الأجهزة المختلفة نعم كانوا سيقولون ذلك لكنها في الواقع متشابهة وهذا التشابه يجعلها تتشابه في وحدات بناء أجسامها البروتينات بما سمح لبعضها أن تتغذى على بعض لتكتمل دورة الحياة باكتمال سلسلة الغذاء ويحصل التوازن ولو كانت المادة الوراثية وبالتالي وحدات البناء مختلفة تماما لأصبحت الكائنات بعضها سمًا لبعض إذ لا تستطيع أن تستفيد من عناصر بعضها البعض ولقيل حينئذ لو كان هناك خالق فلماذا لم يجعلها متشابهة لتستفيد من بعضها فسبحان من وحد بمقدار ونوع بمقدار وكل شيء عنده بمقدار بهذا إخواني أتممنا قصة التسعة وتسعين بالمئة التي يتغنى بها كهنة الخرافة علمنا كيف يكذبون في الرقم وفي تفسير الرقم وفي تكريس السطحية والسداجة العلمية في عقول الناس ويعمون الناس عن الحقائق المذهلة الرائعة في هذا الكون كل هذا في سبيل الخرافة ليأتي بعدها مساطيل آخر الليل قائلين لك الوراثة الجزائية أقوى أدلة التطور حسمت الملف وانتهى الموضوع معاولين على أن الناس يصعب عليهم تتبع تهريجاتهم هذه والتحقق من خباياها نسأل الله أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة لكشف جانب من عظمة الخلق يحثكم على مزيد من التأمل استجابة لأمر الخلاق العليم القائل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون والسلام عليكم ورحمة الله